مقطع فيديو مدته حوالي خمسين ثانية ربما رأاه الكثيرون منكم هو فيديو نشره الفنان التشكيلي المصري عبدالوهاب على صفحته على فيسبوك الفيديو يظهر فيه عبدالوهاب وهو يعزف على الطبلة وعروسة أو دمية ماريونات تدعى عزيزة ترقص رقصا شرقية اشتركوا في القناة هذه العروسة أو هذا الفيديو حصد تفاعلا عاليا شهد حتى اللحظة حوالي سبعمائة ألف مرة كما يعني أعيدت مشاركة هذا الفيديو أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص أعاد المشاركة به بالإضافة إلى آلاف التعليقات التي جاءت من حول العالم تعليقا على هذا الفيديو ولكن هناك تعليقات كانت إيجابية اخترنا منها مثلا بوب مادورن من استراليا الذي كتب خسر فتان أجمل من أي شيء رأيته فيديو جميل جدا وممتع للغاية شكرا لمشاركته معنا لقد أضحكتني أما الكثير من الفتيات والنساء عبرنا عن رغبتهين بالرقص مثل هذه العروسة أو الدمية حيث كتبت حبيبة أحمد من الولايات المتحدة حتى العروسة ترقص أفضل مني طبعا ساخرة ولم يخلوا الفيديو من بعض الانتقادات البناءة مثل تعليق أمينة حبقة التي كتبت بص هي روعة جدا بس كان ممكن تخلي أنت والعروسة بس اللي موجودين في الكادر مع احترام الشديد وتقديري لموهبة تحريك العرائس كنا محتاجين أننا نحس بها هي بس من غير ما نبقى شايفين اللي بحركها معنا من القاهرة الفنان التشكيلي عبد الوهاب حوام الذي اشتهر الفيديو والذي تحدثنا عنه مرحبا بك عبد الوهاب أنت فنان تشكيلي ولكن أن يشتهر فيديو للعروسة التي ترقص كيف هذا يشعرك؟ مساء الخير أولا كنت حابة أوضح بس أنا اللي بلعب بالماريونت وصديقي حازم هو اللي يعزف بالطبلا والفيديو مش أول مرة الفيديو ينتشر أو يعمل صدى يعني كبير لكن مش عارف يعني ده موضوع أنا فنان تشكيلي آه بس الموضوع الماريونت كنت بلعب بيها ومش مكرر أن أنا أشارك الناس بس في أول مرة شاركت الناس بفيديو لقيت رد فعل عنيف جدا من كل الناس في كل أنحاء الدنيا بقيت أحب أشاركهم كل فترة يعني بفيديو جديد وبس لكن هو مش الكرير أو مش شغلي الأساسي أو مش بعمل أي عروض كبيرة أو حاجة بالماريونت طيب أنت فنان تشكيلي لفترة طويلة يعني الفنان تشكيلي بحسب فهمي البسيط هو من يرسم من ينحت من يقوم أيضا برسم على الجدران وإلى ذلك كل أنواع الفن يقوم بها ولكن كون أن ترقص أن تشتهر بالفيديو حتى لا تظهر فيه أن تظهر فقط أجزاء من أقدامك إلى أي مدى الرقص الشرقي ما زال يبيع مثل بالمصري كما يقال أكثر من الفنون التشكيلية هل هذا مرتبط بالذوق يعني في الدول العربية أم هو مرتبط بشيء آخر لا نعلمه هو الحقيقة آه يعني الزوق العام بيقول أن الناس بتحب الفنون البصرية كلها بس الرقص الشرقي أكتر يعني من قديم الأزل وهو لي يعني معجبينه ومعجباته من كل أنحاء العالم دلوقتي في العالم كله تقريبا بقوا بيحبوا يرقصوا أو يتعلموا الرقص الشرقي اللي هو الرقص المصري أو ما عرفش ومن هنا هل ستتغير أولوياتك بمعنى أن ستعطي أولوية أكثر للموهبة التي تملكها في تحريك العرائس أكثر من الفنون الأخرى أم كيف ستتعامل في المستقبل مع هذا الأمر؟ أبدا لن تتغير أولوياتي عن الموضوع يعني أنا فنين تشكيلي أولا وأخيرا بس بحب أشارك الناس يعني الناس أثبتت لي أن أنا صح يعني في موضوع الموضوع بالنسبة لي بقى زي ماركتنج لشغلي أنا يعني في ناس كتير بقيت تشوف شغلي اللي هو الرسم والفن التشكيلي وبقوا يعرفوا أن أنا فنين تشكيلي بسبب انتشار الفيديو الماريونت والبيتج أن هي بقيت تتعلق ويبقى عليها لايكس أكتر أو كده بس مش هغير نشاطه هو فن جميل وليه ناسه بس مش هقدر أشارك إلا إذا كان فيه حاجة زي اللي لك كبير عرضة أشارك فيه ويتوسك ويبقى بتشاف كويس ساعتها ممكن أعمل عرض بيها عبد الوهاب حوام شكرا جزيلا